بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما شوفنا شوية بروبرتز خاصة باللست في الجزء اللي فات هنشوف برضو بروبرتز ثانية مهمة جدا وموضوعات هامة برضو خاصة باللست انا هعرف ايه هعرف data class هسميه people او اي حاجة عرفت ايه var name ده data class عادي وقلت له var name وده string وعملت var age مثلا وكفاية على كده وده int مثلا خلاص عشان اقدر استخدمه بس ان انا هبعت name والage وعملت function تاعت المين وابعد كده هعرف var variable سميته صبور ده بيانات هحطت واحد اسمه صبور يعني قلت له ايه people وهبعت له name بتاعه قال له name بتاعه مثلا صبور وهدله send ولياكم مثلا 31 خدوا بالكم بقى عشان البيانات هنعايز هكارن برضو فهنعايزكم تركزوا في البيانات وهنقارن ازاي وعملت p1 بقى ده بقى list ده list of غير ده كان عبارة عن object بس اللي هو صبور انا هعمل list of people يعني كل element هيبقى عبارة عن people هعمل ايه هبعت مثلا ولياكم او المنت عندي هحط مثلا مهيمن كوما 31 طبعا لازم اعرفهم دوت بيبول يعني list of people مش معناه ان او اعرف حطماتك اللي جاي بيبول لازم اعط بيبول وافتح الكمستركتور بتاعه عشان يقدر يتعرف عليه فقلت له بيبول وفتحت cos فقال للم ايه قلت له مهيمن كوما وي قال للاج خلاص ماشي ده اول element في الاري طبعا ممكن او عامل كوما واضيف واحد ثاني كوما واضيف واحد ثلاث فانا هضيف فعلا واحد ثاني خلينا نضيف مين خلينا نضيف بقى صابور بقى ما هو بعرعن برضو object من ايه من البيبول مفيش مشكلة صح بس الفرق ده صابور 31 ده مهيمن 31 تمام هعمل كوما كمان وهدي واحد ثاني صابوري عندي ثلاثة ثلاثة elements خدت منها كابي عملت بست ويعملت بيتو هغاير ايه مهيمن بس اخلي ايه اخلي بسماء نفس السن انا مغيرتش السن في اي حد اه برضو بيبول وكل حاجة بس غيرت الاسم بس مفيش عندي ايه مشكلة بس هنا بدت صابور لا انا هاخد البناء بتاعها ما هي هي بانتها من قوله جديد او اخدت الابجيك لا معرفه مش هتفرق اخدوا باكوش ده اللي عايز اوضحه اصلا في الفيديو الاختلافات دي خلاص فطبعا الاختلافات دي ما بتفرقش هنا هتبقى ايكوى هيبقوا بيتساوي بعض حسوى كنت تعرفت ونقاله جديد اننا مش بشاور على مكان في الميوري المحتوى ذات نفسه فلما جيت هل البيون بتساوي بيتو طبعا هيطلع عشان فيه فرق ما بين مهيمن وبسماء ده الفرق اللي في الاتنين لو قلت بيتو اللي هي الليست التانية عايز اخش في اول المنت فيها يبقى اوف زيرو فمعامل قسمته القرية عادي جديد اوف زيرو خلاص وعاديين ايه عايز اوصل لمن؟ عايز اوصل للنيم او للإيج خلاص فهقول له دوت النيم دوت النيم وغاير الاسم فهيشيل بسملة وحط ايه مهين في الحالة دي كده بقى زي اللي فوق وكده البيانات تطبقت تماما كده المفترض ان البيانات تبدأ تحصل لها ايه عمل ايه التطابق فلو عملت كده كابي بيست ولفكرة الايكواليتي هنلاقي ايه ان المفترض الاقوانية تطلع false وبعد التعديل البيانات تطلع ايه true لانه مش هيهتم بال ايه زي ما احنا شايفين كده قال يفعيلنا false وقال التانية ايدي true خلاص فهمنا الفكرة يبقى كده اقدرنا نقارم ما بين الايه two items بلا مشاكل مش دو ايه و دو لست